اشتركوا في القناة هو الإمام الخامس من الأئمة المعصومين من آل محمد عليهم السلام وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام عرف بالذكر والخشوع والصبر تتلمذ على يدي الإمام الباقر عدد كبير من الفقهاء والعلماء من التابعين وكبار الأئمة وروا له البخاري ومسلم عرف عنه مع علمه الباهر تواضعه للناس والفقراء وإليكم هذه الحادثة التي تكشف شيئا من خلقه الرفيع حيث اعتدى عليه نصراني مرة قائلا ما اسمك محمد الباقر أنت بقر أنا باقر آه أنت ابن الطباخة أجل تلك حرفتها أنت ابن السوداء نعم هي كذلك أمك سوداء زنجية بذيئة إن كنت صدقت غفر الله لها وإن كنت كذبت غفر الله لك أفاق النصراني إلى رشده بعد أن رأى من أخلاق الإمام الحلم والتسامح فتاب إلى الله وأسلم على يدي الإمام ولم يسلم الإمام من سجون بني أمية والطهادهم له حيث بعث له هشام بن عبد الملك الأموي فجيء به من المدينة مع ابنه الصادق عليه السلام وكان أن اتفق هشام بن عبد الملك مع حاشيته وزبانيته أن يسيء للإمام في الكلام ويقلل من شأنه بعد أن يحدثه هو ولكن موقف الإمام الحكيم والشجاع فوت الفرصة يا محمد بن علي لا يزال الرجل منكم قد شق عصى المسلمين ودع إلى نفسه وزعم أنه الإمام سفها وقلة علم فلما سكت هشام تحدث القوم فأساء القول للإمام فلما سكتوا قال لهم أيها الناس أنا تذهبون وأين يراد بكم بنا هدى الله أولكم وبنا ختم آخركم فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا وليس من بعد ملكنا ملك لأننا أهل العاقبة ويقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين وهكذا أذهل الإمام بشجاعته وحكمته أهل الشام وخليفتهم الأموي الذي لم يجد إلا السجن مكانا للباقر وابنه عليهم السلام فلما صار الإمام في الحبس تكلم فلم يبقى رجل إلا سمع مقالته وتأثر بها فجاء صاحب السجن إلى هشام وأخبره بخبره فأمر به فحمل مع البريد إلى المدينة المنورة وصل الله على محمد وآله الطاهرين